هل اختلاف شعر البشر يشهد للخلق أم التطور؟ ناخد مع بعض الجزء التاسع والعشرين من اختلاف البشر والقردة جينيا وتشرحيا القسم الثامن اللي احنا فيه لكن باختصار شديد مرة تانية هل البشر مختلفين في شعرهم بوضوح ما بين الأعراق البشرية؟ وفي صفات مويزة للبعض هل ده فعلا معناها أن البشر جم من أب وأم واحدة حواء؟ ولا جم بالتطور من قرد اسود بهذا المنظر بالشعر بتاعه والبشر قاعدوا يتطوروا فلذلك عرق متطور عن عرق آخر بما فيها صفة الشعر تكلمت في الجزء السابق أن كيف أن الفكر التطوري العنصري كان بيداعي أن قرد أفريقي اسود تطور تدريجيا لنص إنسان نص إرد لغاية متطور لأعلى مرحلة إنسان أبيض وقدمتها لكم من ما يقدمه التطوريين العنصريين إياه يعني الإنسان الأبيض في نظرهم أكثر تطور من باقي الألوان وعلى فكرة لما أجي أرد على علماء التطور بما فيهم ليتشارد دوكنز وداروين نفسه في كتاباته ده داروين كان عنصري جدا ده داروين كان بيقول إن الفرق ما بين الإنسان الأسود والأبيض مع مرور الزمن لأن البيض هيفضلوا يتجوزوا من بعض فيفضلوا يتطوروا لما هو أحلى والسود بالفرق ما بينهما بين البيض هيبقى زي فرق ما بين الإنسان والأورانجوتان داروين قالها هذا العنصري اللي لسه بيؤمنوا بكلامه ومعتبر كان داروين إنسان الأبيض أعلى مرحلة التطور من باقي الألوان لكن عرفنا العلم الصحيح أثبت هذا الكلام خطأ وعرفنا موضوع لون الجلد بالتفصيل وإنه التنوع رائع جدا وكل ألوان البشر جميلة وحتى لدى البعض اللي بيشوفوا في المنظر الظاهري يختلف عن الكونسبت أو المنظر الجيني وإن إزاي الجين أو الجينات بتعبر عن شيء مختلف عن اللي بيفهمه من الظاهر فخلصنا لون الجلد ننتقل للشعر ولونه وتركيبه لون الشعر دي تعتبر الدرجات اللون المختلفة البشرية جيلات لون الشعر بيتحكم بها 11 جين وال11 جين دولة ليهم 13 تنوع أول حاجة ما نعرفش كل التفصيلات حتى الآن عن هذه الجينات بالتفصيل كلام ده مش كلامي كلام ده العلماء بيشرحونكم فحتى الحداشر جين المسؤولين عن الشعر ما نعرفش تنوعاتهم بالزبط ولا تفصيلاتهم إيه اللي حصل فيهم وإيه التفارات ورينهم كويس؟ لكن اللي نعرفه باختصار هو نفس اللي قلته عن لون الجلد وقصة بروتين الميلانين اللي درسناها في الجزئين السابقين عن موضوع الجلد وألوان الجلد البشر وإزاي أن كلها متساوية وجات من أب وأم واحد حواء برضو هي تشبه جدا موضوع اختلاف الشعر فبصلت الشعر اللي بيها خلايا الميلانوسايت اللي اتكلمنا عنها المرة اللي قبل اللي فاتت وبتنتج نوعين من الصبغات الميلانين آسف قبل ما أتكلم على النوعين دولة إن شاء ربه دبر طبعا الأسبوع الجاي فترة أسيلة إن شاء ربه عشنا الموضوع اللي بعده كده هيكون موضوع قد يعجب حضراتكم جدا مش زي موضوعات الأيام دي مملة إلى حد ما بس لازم أخلصها هندخل بقى في بعض تميز الصفات التشرحية للإنسان عن القردة هتلفت نظر حضراتكم دايما البعض من حضراتكم بيقول ما بنفتكرش إن احنا نكرر كل الكلام اللي انت بتقوله فريد تركز لنا أو تقول لنا نقطتين ثلاثة بصات تقدر نفتكرهم لما نتكلم مع ملحد نقدر نفتكرهم بسهولة قدت لكم نقطتين ثلاثة بصات قبل كده على قد ما أقدر في موضوعات كتيرة والموضوعين الجايين تقدر تاخد منهم نقطة أو لنقطتين تفتكرهم بسهولة شديدة تقدر ترد بيهم على أي ملحد لما يكلمك إن احنا والقردة من جد مشترك تقدر ترد بكل بساطة ففي رأي ضعفي الموضوعين الجايين حيبقوا مهمين لو تفتكر حاجة أو اتنين منهم بعد كده هنتكلم على اللغة موضوع برضو إلى حد ما كويس لكن بعد كده هندخل بقى على موضوع الأعضاء الأثرية وبعدها هندخل في حاجات تشهد إن الإنسان ما بدأش غبي علشان نص إرض ونص إنسان ويتطور في الزكاة داكشوة للإنسان خلقوا ربنا في منتهى الزكاء والروعة لأن خليقة ربنا ويتطور مش بيتطور في زكاءه وبعد كده هندخل على الإنسان والديناصرات هتبقى موضوعات يمكن يكون فيها إثارة أكتر بكتير من الصفات الجينية للبعض عشان مش تخصصه بتبقى تقيل عليه فأعتقد الموضوعات الجاية في التطور تدريجيا حتى تحول إلى أكثر إثارة ربنا يبارك حضراتكم المهم الشعر ألوانه جاية من فين باختصار ألوان الشعر جاية من صبغات الميلانين اللي بتطلع أو بروتين الميلانين اللي بيطلع من الميلانوسايد في بصلة الشعر هي اللي بيتلون بيها الشافت أو ساق الشعر والنوعين إيه هم النوعين؟ عندنا نوعين بس في البروتين بتاع الشعر واحد يسمى إيو ميلانين والتاني يسمى الفيو ميلانين الإيو ميلانين والفيو ميلانين دول اللي بيطلعوا لون الشعر الإيو ميلانين ده مسؤول عن الألوان الغمقة البني والأسود وكلما نسبته تزيد الشعر بقى أغمى بني أو أسود وهو في المتبادلين دول الفيو ميلانين مسؤول عن الألوان الفتحة الأصفر والأحمر وكلما يزيد نسبته كلما الشعر بقى أفتح الإنسان الصبغتين الإيوميلانين والفيوميلانين لما يبدأ يضعفه ويبدأ يتوقفه يتحول لمرحلة العجز والشعر الرمادي في الأبيض كويس طب ليه أصلا الشعر في البروتينات دول أي الإيوميلانين والفيوميلانين عشان يحموه من الأشعة اليوفي راي كل ما يزيد تركيز الميلانين يبقى لون الشعر أغمى وكل ما يقل يفتح اللون وحسب النوع اللي بيشتغل يصبح لون الشعر بيميل إليه كويس لو طباطق يتحول للون الأبيض في المسنين بالطريقة واحدة في كل الأعراق وتقريبا بيبتدي من عمره واحد في كل الأعراق البشرية ويتحول الشعر للون الأبيض بتاعه اللي بيبتدي في في كل الأعراق بنفس الطريقة الصبغات دي لو ما بتشتغلش كويس من ساعة الميلاد بيبقى شخص أمهق وده بيتساوى في كل الأعراق البشرية زي ما قدمت في لون الجلد برضو في لون الشعر زي بعض وبتلاقي الأفريقي الألبينو والقاسيوي الألبينو والقوقاز الألبينو كلهم شعرهم واحد اللي هو أبيض فاتح أو أصفر فاتح جدا أو يميل تنشي حمار خفيف ده بيتأثر بتبادل جينات وتأثير البيئة فزي ما قلت عندنا 11 جين بيهم 13 تنوع بنعزال البشر انعزلت المجموعات البشرية بما فيها صفات مميزة للون الشعر وكالعادة عمل الله مش فيش حاجة عند ربنا بالصدفة أراد أن الناس اللي يكون شعرها فاتح تبقى متأقلمة في المناطق البردة وتعزلوا في مناطق تبقى بردة في حرارة والناس اللي بشعر غامق تبقى في مناطق درجة حرارتها مرتفعة أو أشعة الشمس قوية لكن فيه عامل في الشعر زيادة عن لون الجلد وهو كثرة التفارات في لون الشعر فمثلا قدت التفارات في جين مستقبل في الميلانو كريتين اللي هو MC1R1 إلى أن يبتدي يظهر شعر أحمر أو بني محمر ده ما كانش شائع زمان وبدأ يظهر في بعض المجموعات البشرية وينتشر وبخاصة في مناطق في أوروبا ده مش تنوع قوي من البداية ده طفرة كويس؟ لكن بالإضافة للجينات والانعزال والطفارات يوجد عامل بيئي بيؤثر وبيورس وبعد عدة أجيال تنتشر الصفة دي وتبقى شبه سائدة فمثلا المجموعات البشرية اللي راحت فيه منطقة حارة وتتعرض لكتير من الأشعة الفوق بنفسجية ده بيؤدي تغير لون الشعر لتغير الصبغات فاتضح أن الأشعة فوق البنفسجية الـ UV بتحفز تخلق عدد أكبر من المركبات دي من البروتينات دي من الإيبوميلانوكريتين الـ POMC سواء الأنواع لقدام حضراتكم فلما يزيد إنتاج خاصة النوع الإيوميلانين فتسبب الشعر الغامق اللي هو الأسود أو البني الغامق وبالتالي فإن السكان في الأماكن الأقرب لخط استواء لو انعزلوا بشعر يميل لللون الغامق كمان اشتغلت عليهم البيئة فالأشعة الفوق البنفسجية خلتهم يطلعوا إيوميلانين أكتر فبيقش عروهم أسود وبيقضي الصفة السائدة فما بيقش عندهم تنوع ليه؟ لأن الإيوميلانين ده أكتر حماية من الضوء ومخاصة من الأشعة الفوق البنفسجية بطريقة عامة لأن الإيوميلانين بيحمي الشعر أكتر بكتير من الفيوميلانين بتاع اللون الفاتح يعني عرفنا إن عزلت مجموعات بشرية غالبا لراحوا لمناطق حرة كان ربنا مدبر أن يكون شعرهم أصلا غامق ولراحوا للمناطق الباردة كان فيهم تنوع الشعر الفاتح ولكن حصلت فيهم طفرات كمان وأيضا اشتغلت عليهم العوامل البيئية فلراحوا في منطقة كان قريدي شعرهم غامل اتعرضوا لأشعة فوق بنفسجية أكتر خلت الصبغة بتاعة الشعر الأسود تزيد عندهم فشعرهم بقي شبه غامق جدا يعني أسود وأصبحت الصفة دي سائدة عندهم عشان كده السكان في الأماكن الأقرب لخط استواء بمرور الأجيال بقي شعرهم غامق يعني أسود لأن الإيوميلانين زاد إنتاجه عشان يحميهم من الأشعة الفوق البنفسجية وعشان كده زاد جدا عن نسبة الإيوميلانين هذا المرجع قدام حضراتكم طيب هل فيه بحد تطور عن الثاني؟ هل فيه بعض البشر اكتسبوا جينات عشان شعرهم يفتح أو في نظر البعض يحلوا؟ لا كل البشر ليهم نفس الحداشر جين وكلهم في البداية في معادة اللي عندهم طفرات الألبينو اللي برضو عراق البشرية متساويين فيها كلهم بينتجوا بروتنات الميلانين لكن بيختلفوا في لون الشعر بسبب التنوع الجيني والطفرات والعوامل البيئية اللي خلت بعضهم اللي شعرهم أسود سواء الانعزال والبيئة والجينات خلت 95% من اللي صبغة اللي طلعة صبغة الإيوميلانين فبيق شعرهم سائد هو اللون الأسود واللي راحوا في مناطق بردة وكانت الجينات اللي فيهم تساعدهم على هذا اللون الفاتح اشتغلت عليهم كمان البيئة وخلت الفيوميلانين اللي هو اللون الفاتح أكتر بسبب الانعزال الجيني والطفرات وتأثير البيئة وزي ما شرحت سابقا التأثير البيئي بيتورس ازاي عن طريق مجموعات الميصايل اللي تكلمنا عنها قبل كده وهي عن طريق اسلوب التفاف الـ DNA على البروتينات الرباعية في تكوين الكروموزوم وبيخلي إيه اللي سهل يعبر وإيه اللي ما يعبرش من الجينات وبعد عدة أجيال تصبح الصفة سائدة وشبه نقية فليوجد أي دليل على لون الشعر تطور من الأسود إلى ألوان الأقل ولا يوجد اكتساب جينات ولا غيره ولذلك الفكر التطوري العنصري في النقطة دي أيضا خطأ وعنصري كاذب الأدلة العلمية أكدت أن البشر شبه متطابقين في جينات ألوان الشعر والتنوع بتاحهم بنفس الطريقة يؤكد أنهم من مصدر واحد كان متنوع وكان عندهم غناء في التنوع الجيني في الحداشر جيني اللي تكلمنا عنهم ولكن اللي حصل لهؤلاء المجموعة البشرية اللي جاي من أب وأم واحدة بالانعزال كل مجموعة فقدت بعض من هذا التنوع وعشان كده بيئت مجموعات بشرية المعزولة بيغلب عليها لون معين ولكن عادة بنلاقي بيئة الألوان لا تزال بقياها موجودة في هذه المجموعة ولو بنسبة قليلة إلا لو كانوا معزولين تماما والبيئة اشتغلت عليهم لفترة طويلة فيبقى اللون نقي الشعر اللون الأسود أو الأسود الغامق هو أغمق لون للشعر هو أكثر لون نسبة عددية في عدد البشر التمانية مليار وشوية وهو أكثر لون بيحمي الشعر من الأشعة الفوق البنفسجية أحسن لون حماية الشعر ده بيحتوي على كمية كبيرة من الإيوميلانين وهو أكثر كسافة من ألوان الشعر الأخر وطبعا هو لون الشعر الشائع في آسيا وفي أفريقيا ولكن موجود في كل المجموعات البشرية لكن بنسبة متساوية فشعوب آسيا وإفريقيا هو شبه السائد عندهم نظرا لحقيقة أن الأشخاص في المناطق دي غالبا بالإنعزال خدوا الجينات الغامقة وكمان اشتغلت عليهم العامل البيئي فبيميلوا إلى وجود مستويات أقل من التيروزينيز في أجسامه فيتسبب في إفراز الإيوميلانين الأسود أكثر فعشان كده بيقى شعرهم صفة السائدة فيه لون الأسود وأصبح الامي سي وان آر في حالة ناشطة ليه؟ لأن ده أكتر لون مناسب لأشعة الشمس القوية عندهم الشعر البني هو تاني أكتر ألوان الشعر الشيوعا أقل من الأسود ولكن تاني واحد بعده يتميز الشعر البني بمستويات أعلى من الإيوميلانين ولكن فيه نسبة أقل ولكن موجودة من الفيوميلانين يعني الفيوميلانين مش خمسة في المية بس لكن أكتر من كده بشوية وكمان يوجد تنوع في نفس الإيوميلانين لأن الإيوميلانين بيدينا الأسود والبني فموجود فيه التنوع ده أيضا فبيمتلك الأشخاص زي الشعر البني الإيوميلانين شوية زيادة من الإيوميلانين البني وعشان كده يكون ليهم عادة خصلات شعر متوسطة السمكة وبعضهم لو اشتغل الفيوميلانين مع الإيوميلانين البني بيبتدي يكون بني ولكن ممكن يدي تنش أحمر في أشعة الشمس على عكس البني المحمر بيكون الكستنائي أغنق وده شائع ما بين الشعوب الأصلية في شمال ووسط وغرب وشرق أوروبا وأيضا في أسيا الصغرى في بعض المناطق خاصة غرب أسيا الصغرى وشمال أفريقيا بعد كده لون الشعر البني المحمر ده يتراوح ما بين درجات البني الفاتح والبني الداكن الجينات والبروتينات أو المواد اللي بتسبب لون الشعر البني المحمر هي الإيوميلانين البني مش الأسود والفيوميلانين الأحمر مش الأسفر ولكن نسبة الفيوميلانين الأحمر أعلى وده أكثر شيوعا بعد بعض الأعراق في شمال وغرب أوروبا ولكن أيضا موجود في غرب ووسط آسيا وبنسبة قليلة في شمال أفريقي اللون ده غالبا مش أصلي اللون ده غالبا نتيجة لطفرة قديمة في جين مستقبل الميلانو كريتين واحد أما الشعر الأصفر أو اللي بيسمى الأشقر من الأبيض الباهت أو الأشقر البلاتيني أو إلى درجة الأشقر الزهبي الداكن أو بعضه بيبقى أشقر في تنش فراولة ده مزيج لكن الأشقر الفراولة ده بيكون نوع نادر جدا دولة بيكون نسبة الفيوميلانين أكتر اللي بيدي الأشقر اللون المصفر ده الفيوميلانين الأصفر هو أكتر حاجة وخاصة في بيئات أشعة الشمس مش قوية فما خلتش الإيوميلانين يشتغل كتير خلت الفيوميلانين الأصفر هو اللي يشتغل أكتر عشان كده فيه الاثنين الفيوميلانين والأيوميلانين لكن يحتوي على كميات قليلة من الأيوميلانين والفيوميلانين قليلة ولكن تكفي أنها تدي له الشعر الأصفر كل ما يزيد الفيوميلانين يزداد درجة اللون الأصفر لغاية ما يدخل الأصفر الدهبي أو الأصفر الفراولة أو الأصفر الغامن لو زاد الإيوميلانين معاه يطلع أشقر رمادي أو رملي أو هكذا ده طبعا موجود فين في سكان شمال وشرق أوروبا ولكن ممكن لديهم في مناطق كتيرة في أنحاء أوروبا وأيضا بعض مناطق غرب آسيا وبعض مناطق شرق شمال آسيا وشمال أفريقيا لكن بنسبة قليلة جدا الشعر الأشقر الطبيعي ده موجود لكن يوجد نوع أشقر غالبا برضو نتيجة طفرة متنحية بسبب هذه الطفرة في هذا الجين فزي ما قلت الشعر كل المجموعات البشرية هي نفس الجينات ولا في حد بشر اكتسب جينات جديدة ولا غيره لكن اتأثر بنعزال بيئي وتأثر بطفرات وتأثر بتأثير البيئة ونسبة الأشعة الفوقت بنفس الجي ده لما نقدر نرجع نلاقينا نقدر نرجع بكل سهولة أن البشر مصدرهم واحد آدم وحواء اللي غالبا كان شعرهم بني ولكن كان فيه الإيوميلانين الأسود والبني والفيوميلانين الأحمر والأصفر ولأن كان عندهم هذا التنوع والحداشر جين عندهم بتنوع فكان عندهم الشعر البني كان له القدرة على إنتاج بقية الألوان كتنوع جيني ولما انعزلت المجموعات خدت تنوع أقل من اللي كان موجود في جدودهم آدم وحواء وحصلت فيهم طفرات وأثرت عليهم البيئة بيئت عندنا بعض المجموعات البشرية بألوان شعر مميزة يعني آدم وحواء كان محتوى الجيني أكثر بكثير من غنى شعر الناس الأسود أو البني أو الأصفر أو الأحمر أو غيره ده يؤكد أن البشر فعلا جم من أب وأم واحدة زي ما أثبت علم الجينات وخاصة اللي درسناه من كروموزوم واي آدم وميتوكوندريا حواء وانعزلوا المجموعات الصغيرة عشان كده كل مجموعة احتفظت بتنوع صغير مش رحل التطور طلعين من أفريقيا وهي لهوبا ويفضلوا يتطوروا تدريجيا لو كانوا بيتطوروا تدريجيا كان سكان أستراليا الأصليين أعلى مرحلة التطور وسكان أمريكا الجنوبيين زيهم أو وراهم لكن كل ده تنوع بشري لا تطوروا من قردة سوداء بغاية ما يصلوا للإنسان الأشقر ولا غيره من الفكرة تطور العنصر الكاذب بل أكشوال الأدلة تؤكد أن البشر ما تطوروش في شيء ولكن جم من أب وأم حواه يعني الفكرة تطوري خطب كويس؟ نيجي حاجة تانية في الشعر خلصنا موضوع اللون وعرفنا أن ده دليل على أدم وحواء ودليل على إنعزال البشر في حديثة برج بابل يعني دليل آخر يؤكد حديثة برج بابل إن عزل فيها البشر مرة واحدة المجموعات الصغيرة وليس الرحلة التطورية الخرافية المزعومة بتاعت الخروج من أفريقيا الصفة التانية في الشعر هي تركيبة الشعر عندنا بشر عندهم شعر مجاعد بشر عندهم شعر مسترسل على سبيل المثال بعض اللي جايين من ناس لكوش في أسيا شعرهم اسود غزير لكن مسترسل ومن ناس لكوش اللي جون في أفريقيا شعرهم اسود غزير ولكن مجاعد جدا خشن وناعم يعني الشعر المجاعد والمرسلسل بنلاقيه في أغلب الشعوب ولكن فيه شعر يغلب عليه جدا الشعر المسترسل وشعر آخر يغلب عليه جدا الشعر المجاعد وللطرجة تنهيب توصل في بعض الأعراق البشرية لتبقى شبه سائدة مسترسل ولا مجاعد القصة بقى هنا مش قوي في الجينات لغاية دلوقتي ما اكتشفناش قصة الجينات في الموضوع ده قوي لكن اكتشفنا العامل البيئي هو اللي بيخلي بعض المجموعات البشرية اللي عاشت في بيئة معينة الأجيالها كلها بيطلع شعرها مسترسل وبعض المجموعات البشرية اللي عاشت في بيئة مختلفة يطلع شعرها مجاعد فده الهير شافت الهير شافت ده بيبقى عليه بعض النتوئات وحسب طلوعه ونموه من البصلة بياخد شكل إيه هو اللي بيأثر في هذا الأمر الحقيقة تصميم شعرها واحدة بيشهد على روعة التصميم فعلا البصلة لما تدرس الشعر بداية من البصلة والقوعية الدموية اللي بيتمدها ازاي وسلوب نموها ازاي والبروتينات اللي بتدخل بطريقة رائعة ازاي حاجة روعة حاجة بأعلى من الخيال في دقة تصميمها شعرها واحدة نووي ان الشعر بهذا التصميم الرائع تكون جد الصدف والتطور العشوائي من بس وتش بتاع التطوريين وتفضل الصدف تتراكم والكلام الخرافي بتاع التطوريين اللي ولا ليلا وليلا جسم الإنسان كله متغطي بالشعر في كل الأعراق البشرية بطريقة متساوية وكلنا متساوين في هذا الأمر وكلنا ما عندناه شعر بس في كاف الإيد وبطن القدم لكن بأيد جسمنا بالكامل فيه شعر لكن أنواع مختلفة من الشعر يظهر فيه مناطق لما معدله يزيد الشعر فتوصل لمنظر مرئي تقدر تشوفه مناطق تانية بتبقى كثافته أقل بكتير فما يتشافش لكن كل جلد الإنسان فيه شعر فيه معدى بطن الإيد وبطن الرجل وكلنا كأعراق بشرية متساوين بل عدد شعر وجه الإنسان في الصمت المربع الواحد متساوي عند كل البشر لكن أنواع بشر تختلف زي ما قلت بينموا قد إيه الشعر عند هذا الفرد أو الفرد التاني بل حتى البشر متساويين في جينات الصلع معناها أن الصلع كان موجود من قبل حادثة برج بابل وبطريقة واحدة في الأعراق البشرية سواء طفرة حصلت قبل برج بابل واضحة ولون الشعر تقدر تشوف واسود ولا بوني والكلام ده كله وهو اللي دايما بيكون في مناطق الرأس ومناطق أخرى وهو ده اللي بيبقى فيه اختلافات أما الشعر الصغير الفيلوس هير الصغير جداً ما بتشوفوش غير بالعافية ده مش متلون وده لكن بيكون فيه أكتر غدة دهنية زي شعر الوجه وغيره ده لا يرى بسهولة ومتطابق في كل الشعوب ولكن بيختلف فيه بعض الناس اللي هو بينمو زيادة فيبان في بعض مناطق الجسم والبعض الآخر ما بينموش كتير فما يبان شعر فيه نوع الثالث من الشعر ده بتاع الجنين اللي اسمه لانينجو هير الشعر ده بتاع الجنين في الشهر السادس ويوصل النسيج العصبي لأطراف الجلد بيطلع هذا الشعر في مكان كل نهاية عصبية وده برضو كل أجنة البشر متطابقين فيها فالشعر متطابق في كل الشعوب بطريقة توزيعه بطفراته باختلاف المراحل ولكن فقط الشعر الكبير هو اللي بيه اختلافات بسبب عدة عوامل غالباً بسبب البيئة الشعر الكبيرة لها بصلة الشعر للصاق والصاق ده هو اللي يبقى مسترسل إما يبقى بيه تعريج فيطلع الشعر ده مسترسل أو مجعد ففي داخل الصاق بيبقى فيه خلايا الميتة اللي على شكل مجموعات ولو حصلت للصاق إن هي تتشق بيتسمى ساعتها الشعر ده المتأصف واللي يقولوا البعض عايز تغزية ومش عايز تغزية أو يغضيفوا زيادة مواد دهنية علشان خاطر الشعر ما تبقاش ناشفة فما تتأصرش لكن هي خلايا ميتة صاق الشعر دي مش هتتغزة زي بعض ما بيتخيل إن هو بيغزي شعره لا خلايا بصلة الشعر هي اللي بتتغزة لكن ممكن تزود المواد الدهنية فما تخلهوش يبقى very dry فيتأصف أيضا تصميم الصاق معمول بطريقة رائعة جدا يخلي الشعر ما يتعقدش بسهولة واللي عارفين لو صفة دي ما كانتش موجودة كان شعر البشر يتعقد من صغرهم من أقل الأسباب وكانت تبقى مشكلة المهم الشعر بيمر بمراحل نمو بينمو بنسبة 3 من 10 ملي في اليوم المعدل ده برضو في كل الشعوب لغاية ما يوصل لمرحلة التوقف طبعا ده الرينج ده المتوسط لغاية ما يوصل لمرحلة الشعر بتقف إمتى بعد الشعر بيوصل للمعدل ده في عدة أسابيع بعد جدا تنفصل الشعر وتبتدي الشعر الجديدة وبعد الشعر التاني بيستمر في النمو إمتى تتوقف الشعر عن النمو هو ده اللي بيجعل عند البعض غير ظاهر في أنحق جسمهم أو ظاهر في أنحق جسمهم عشان كده يتقالن الشخص ده مشعر والشخص ده أملس رغم الاتنين عندهم بصيلات شعر بنفس النسبة في الصنط المربع الواحد لكن ده شعره بينمو حاجة بسيطة وتقف ده بينمو وتستمر في النمو أكتر فبتبقى ظاهر أكتر في بقية مناطق الجسم ده كل الاختلاف ما بين المشعر والغير مشعر الغير مشعرين توقفت الشعر الجسدية عن النمو مبكرا فغير ظاهره أما المجموعة المشعرين بيتتوقف متأخر تفضل عدة أسابيع أكتر فيبتدي تاخد صبغات فتبتدي تبقى ظاهره في جسمهم طول الشعر بيعتمد على فترة النمو اللي تقف تبقى مش بينه اللي تستمر في النمو تبقى بينه فحتى في شعر رأس الشخصي زي الشعر الطويل لأن فترة نمو الشعر عنده طويلة قبل ما توصل لمرحلة التوقف النسبة دي بتختلف من شخص الآخر ولكن بطريقة واحدة في كل الشعوب مراحل النمو التلاتة للشعر المعروفين الاناجين فيز والكاتاجين فيز والتيلوجين فيز مراحل الشعر دية كلهم متطابقين فيها كل البشر ولا حد عنده جناد زيادة ولا غيره وحتى التنوع البشري موجودة في كل المجموعات البشرية الوحدة أما اختلاف في تجعيد الشعر رغم أنه لا يوجد بشر متطابقين في شعرهم من نفس نوع العرق لكن بيصنفوا أنواع الشعر إلى ثلاث أنواع الأسياوي والأفريقي والقوقازي حسب شكل البصلة الأسياوي البصلة بتاعته دائرية القوقازي بيضوية على حاجة خفيفة الأفريقي بيضوية قوي تصل إلى حد الاستطالة فده الأسياوي يطلع شعر مستقيم الأوقوقازي يطلع فيه تجعيدة خفيفة عشان كده ممكن يفرده بسهولة أو يجعاده بسهولة الأفريقي بتطلع بسبب هذا شعر مجعدة جدا صعب فردها كلهم بيتصنعوا من نفس الجينات المتطقة كل البصل بشكل بصلة الشعر المتلات المختلفين دولة كلهم من نفس الجينات وكل اللي بتنتجوا الجينات فيه ثلاث بصيلات شعر متطقين من الثلاث طبقات الكورتيك والكورتيك والكورتيكس والمضالة والبروتين الكراتين وهو الأساسي عشان يكون الشعر لكن نوع الشعر بينتج من شكل بصلة الشعر هو اللي بينتج بشكل مختلف شعر الأسياويين زي ما قلت بيطلع من بصلة دائرية والكوقازيين بيضاوي لكن فيهم تنوع والأفارقة من بصلة بيضاوية جدا توصل إلى حد التساطح إيه اللي بيأثر على شعر شكل البصلة؟ حتى الآن اللي اكتشفوا العلماء هو البيئة لسه لم يكتشفوا عامل جيني حتى الآن العوامل البيئية هي اللي خلت الأسياويين في أجيال جديدة شعرهم بيطلع من بصلة دائرية بيطلع مستقيم واللي خلت الكوقازيين في أجيال جديدة كتيرا شبه بيضاوي فبيطلع فيه بعض التجعيب بتتراوح من شخص الآخر وهو اللي خل عند الأفارقة بيضاوي جدا لحد إن هو يطلع تبقى مستطيلة فبيطلع شعر مجاعد جدا ودية أصبحت صفة نقية عندهم بسبب تأثير ببيئة لأجيال طويرة ده باختصار شديد كلام ده اتنشر في بحث في مجلة نيتشر في 21 يوليو 2017 آسف بحث اتنشر 21 يوليو 2017 في الميديكال نيوز رغم تشابه الجينات والخلايا يعني كل الخلايا اللي بتطلع الشعر والمبطنة الخلايا دي المبطنة هي الفوليكل متشابهين فيها لكن شكلها هو اللي بيأثر طب خدت شكل ده ازاي بسبب تأثير البيئة؟ ده اللي بتشرف حتى الآن فبينما الخلايا نفسها اللي تنتج بصلة الشعر متطابقة لكن اسلوب إنتاجها حسب ترتبها في شكل بيضاوي ولا شكل مدور هو اللي بيختلف وده بسبب التأثير البيئة عامل آخر وهو كمية البروتينات اللي بتنتجها بصلة الشعر الأسيوي كمية البروتينات عنده متساوية فتصبح مستقيمة بينما القوقازي يوجد بكل الأنواع ولا يوجد فيه تمييز بينما الأفريقي انقسام الخلايا وإنتاجها لبروتين بيختلف من جانب للتاني ده ليه علاقة بتأثير الشمس أو غيره من العوامل البيئية اللي خليته ياخد الشكل ده وأصبحت صفة سائدة وتورس عنده عشان كده يطلع ساق الشعر متعركة رغم من نفس الخلايا لكن ليه وإزاي تعرفنا إن هو تأثير البيئة لكن إزاي بالظبط لسه ما نعرفش حتى الآن زي ما بتقول لنا المراجعة واحد من الجينات الأساسية في إنتاج البروتين اللي هو يسمى TCHH لقيوا إن الجين ده رغم من تصميمه واحد لكن متعدد التعبيرات small nuclear polymorphism يعني يعبر بشكل رغم من نفس الجين بنفس الأكواد في كل المجموعات البشرية لكن بيعبر بشكل مختلف في مناطق مختلفة لأنه عنده polymorphism الجين ده ففي الأفراد الأسيويين رغمون نفس الجين ويدي مرفوض نفس التعبير لكن لما بيشتغل على المستقبل EDAR بيطلع البصلة المدورة شرع مستقيم وهكذا مختلف في الكويقازي ومختلف في الأفريقي فالسبب ليس اختلاف في الجينات ولا ما يكتسب حد جينات جديدة بل نفس تصميم الجين لكن بيختلف الجين نفسه بيختلف تعبيره في بيئات مختلفة وحديثا نكتشف أكثر من عشر جينات قد يكون لها تأثير في شكل الشعر لكن لأيوهم كلهم تصميمهم متشابه لكن حتى الآن مش عارفين طب إيه هي الجينات اللي بتتحكم فيهم اللي هو الابي جينات الكنترول اللي بيسبب اختلاف تعبير لكن حتى الآن اللي باين هو بسبب تأثير البيئة اللي يورس في عدة أجيال ويبقى صفة شبه نقية العلماء حتى الآن بيدرسوا كمان إزاي يعرفوا يغيروا التعبير الجيني عشان يعملوا مستحضرات تجميل جديدة يقدر الشخص بكل سهولة يغير طبيعة شعر ويخليه معرج أو مستقيم أو هكذا لكن حتى الآن مش عارفين لكن بيبحثوا فيها جامد لأن دي حتكسبهم كتير جدا لو عرفوا يوصلوا إزاي يغيروا التعبير الجيني فالموضوع مفيش أي اختلافات في جينات الأفارقة والأسيويين والقوقزيين في تجعيدة الشعر بل الجينات متطابقة حتى الآن لكن الفرق غريبا تأثير البيئة على عدة أجيال بتبقى صفة أساسية أو نقية وتورس بهذه الطريقة عشان كده بناء عليه لون الجلد ولون الشعر وتركيب الشعر كلهم يشهدوا أن البشر من مصدر واحد ليس له أي علاقة بالتطور ولا غيره ولكن البشر اللي جم من أب وأم واحدة عندهم غناء جيني فعلا حصلت لهم حاجة خلتهم ينعزلوا مجموعات صغيرة هو ده اللي سبب تميز بعض الصفات حصلت لها طفرات واشتغلت عليها البيئة بالعوامل البيئية ده يؤكد قصة الخلق الكتابية ويؤكد بقوة حادثة يعنى أعزال البشر فيه برج باب البعض الطوفان لكن القصة الخرافية التطورية العنصرية صبت خطأة حاجة لاختلاف شعر البشر عن شعر القردة فيما بعد في إنشاء الرب وعيشنا الجزئين الجايين على طول هندرس بقى شعر القردة ومن صفات كتيرة جدا هنتكلم عنها نفس الأمر اللي قلته عن لون الجلد ولون الشعر هو شبه يتطابق مع لون العين والصبغات اللي بتكون لون العين وليه ناس عنيها بني وعن ناس عنيها سودة وناس عنيها ملونة فتحة لان صبغة العين بيتحكم فيها 14 جين وشكل العين نفسها بيتأثر بعوامل بيئية عشان كده تبقى ديقة أو واسعة فمش عايزة كرر اللي قلته قبل كده في موضوع لون الشعر ولا موضوع لون الجلد واعتقد طولت عليكم كتير وعن عارف ان الناس بتدري تزهق وتمل وعشان كده مش هطول أكتر من كده لان هكرر نفس الكلام هي الجينات جايين من قدم وأم واحدة حواء وكان عندهم غناء وبالانعزال انعزلت ومجموعات اخدوا ألوان مختلفة والانعزلوا في بيئات بردة كان ربنا مضبن ان يروحوا بألوان عين فتحة مناسبة للشمس والأشعة القليلة والاخدوا عنين غام أراحوا من ايها كذا هي نفس الموضوع بالزبط فخلاص مش هكرروا للمرة الثالثة لكن كده نكون عارفنا كويس جدا جات من فين الأعراق البشرية والبشر السود بشعر مجاعد بعينين سودة والشعر الأسيويين بشعر أصفر أسف بجلد أصفر وشعر أسود مسترسل وعينين سودة والكوكازيين بأنواحهم وهكذا وعرفنا ان ده الاختلافات دي أكشولي اللي دقق فيها ينفي التطور وقصة التطور والخروج من أفريقيا ورحلة التطور المستمرة وتطور التدريجي كلام الكيد بالعنصر الكتير ده كله لكن يؤكد أن هما من مصدر واحد زي ما ثبتت الأبحاث الجينية آدم وحواء ويشهد بالفعل أن البشر فعلا كانوا متنوعين وبغناء جيني وانعزلوا في مجموعات صغيرة في حدثة واحدة هي حدثة بورج بابل والكل الأدلة الجينية على التنوع البشري تشهد بهذا والتنوع البشري دليل على ذلك أمر آخر في الجينات البشرية ويمكن تغير فكرة حضراتكم على البشر وفي أحلى وأوحش ما فيش الكلام ده المنظور الجيني يختلف على المنظور الظاهري رغم تميز صفات في مجتمعات بالانعزال لكن المحصلة كل البشر متداخلين في الصفات مثلا لو الدائرة اللي قدام حضراتكم دي تسمح بكل التنوع اللي 0.12% في البشر كل صفات البشر الجينية اعتبروها الدائرة دي كل التنوعات البشرية اعتبروها الدائرة دي كل شخص من حضراتكم أدرك أو لم يدرك هو يمتلك تلت هذا التنوع بطريقة أو أخرى ولو أخذت أربعة بشر من مناطق مختلفة أوروبي وأفريقي وأسياوي وهندي أحمر بتاع السكان الأصليين للأمريكتين هتلاقي لو كل منهم مميز وكان منعزل من فترة طويلة واشتغلت عليه البيئة وبالانعزال والكلام ده كله هتلاقيهم مميزين في بعض الصفات ومتداخلين في بعض الصفات كل الباقي ده تداخل لكن لو خدت ده مثلا أشكر يبقى دي بعض الحاجات المميزة فيه شوية لكن الباقي كله متداخل وهكذا كويس عشان كده تبدو الصفات الظاهرية مميزة لكن جينيا لا ولا اختلاف لا يذكر ويؤكد ان فعلا البشر من مصدر واحد وكلهم بما فيهم التنوعات الظاهرية لكن جينيا متطبقين وليس تطور من جنس الآخر يقول لنا بعض العلماء ولكن جينات التي تفسر اختلاف الصفات الخارجية بين المجموعات البشرية هي تمثل بجزء صغير جدا من الجينوم لنا وهذا يؤكد مرة أخرى ان مبدأ الجنس من وجهة نظر جينية انتهى اللي هو الريسيزم ما فيش اختلاف بيننا وفيه عرق أعلى من عرق وعرق تطور لعرق والكلام الخرافي ده اللي كان بينادي به التطور كلام ده ليس له وجود وده بيعترف به من physics.org يعني لا يوجد دعاء تطور من نص قرد اسود لإنسان بتطور تدريجيا من غامق اللي فاتح لغاية ما وصل للإنسان الأبيض اللي كان بيدعيه داروين وتلاميذه حتى الآن مرورا بعدة أجناز وعدة مراحل تطور من عرق العرق كلام ده خرافة وكلام عنصري ضد العلم وضد العلم وانتهى وابولشد زي ما قالوا ده بيعتراف علماء جنات حتى الملحدين الأمر كله تفرق المجموعات البشرية في حدثة بورج بابل ولأن احنا تفرقنا من بابل من 4500 سنة والجيل بمتوسط 30 سنة يعني عد علينا 150 جيل بس فاختلفنا في بعض الصفات اللي اتأثر عليها البيئة فقط لكن بقيت الصفات بتاعنا متطقة عشان كده كلنا أبناء عمور وده اللي أثبته علم الجينات ففرق الجينات البشرية فقط ما بين 1 و2 من 10 و.12 ل.2 في المية 2 من 10 في المية ده مش معناه نوع تطور لآخر ده تنوع فقط ولو كمان شلنا الاختلافات بسبب طفرات أو انعزال صفات في لون جينات لون الجلد والعين والشعر يكون المتبقي 0.012 1-12 من 1000 في المية يعني لو شلت موضوع لون الجلد ولون العين والشعر الثلاثة دولة بس احنا متطابقين في كل حاجة تانية كل بقيت أعضائك بكل ما فيها متطابقين اختلافنا تنوعنا فيها 2 من 1000 في المية بس لان اغلب الاختلافات هي كانت الاختلافات الظاهرية في الجلد والعين والشعر عشان تبقى مناسبة للبيئات البشرية بيئات المختلفة لانعزل فيها المجموعات البشرية الصغيرة في حديث بورج بابل الباقي مش محتاجين تنوع فما فيهوش تنوع جيني بقيت جسمك فيه معادة الجلد والعين والشعر بقيت جينات جسمك تتطابق مع كل واحد تاني في البشرية بنسبة 99.988 وتختلف عن اي واحد من البشر بنسبة 12 من 1000 في المية بس جينيا في بقيت اجزاء جسمك فاحنا جينيا ليس اجناس ولكن جنس واحد فعلا لازلنا حتى الان متطابقين من اب وام واحدة ليوجد اي شيء يشيل للتطور بل كل الادلة تؤكد ان احنا فعلا من اب واحد وام واحدة كانوا اغنياء جدا ولكن اتحصلت لهم حدثة انعزلوا جينيا حدث بورج بابل لكن استمروا من ادم واحد ودموا ادم واحد زي ما قالنا اعمال روسل سبعة ستة وعشرين عشان كده نقل الاعضاء ما فيوش اي مشكلة في اللون ولا اللون الجلد ولا الشعر ولا العينين ولا الكلام ده لكن بنبص على نسبة توافق الخلايا والتشابهات الداخلية وتناسب الانسجة وبس مجموعات دم اللي ميفرقش فيها انواع البشر وتناسب الانسجة اللي ميفرقش فيها انواع البشر عشان كده لما بيدوروا لواحد افريقي على اعضاء او لواحد كوكازي على اعضاء او لواحد منغولي على اعضاء ممكن يدوروله في كل العالم منفعش وقول لا لازم ندور في افريقيا بس لا نشوف حد تاني انسجته متناسبة معه بس لازم يكون في افريقيا لا عشان كده السكان الاصليين لاستراليا ممكن يتبادلوا اعضاء مع انسان اوروبي لانهم شبه متطابقين جينيا وكلام ده حصل وده اشخاص قدام حضراتكم بيل وجورج دولة اللي قدام حضراتكم واحد اوروبي وواحد من استراليا الاصليين وفعلا ادالوا الكلة بتاعته وكانت الانسجة متناسبة تماما مع بعض فجورج الاوروبي اخد الكلة من صديقه بيل بتاع استراليا وده يشهد في الحقيقة ان البشر ما نعزلوش من زمان اوي وبيتطورو تدريجيا في رحلة الخروج من افريقيا قصة بتاعت الف ليلة وليلة تطورية العنصرية اياها لا بل انعزلوا من بضعة الاف من السنين في حدثة واحدة كلهم اتفرقوا فيها مش تدريجيا عشان كده كلهم اولاد عمومة من بضعة الاف من السنين وليست رحلة تطور لو كانت رحلة تطور مستحيل كنت تتلاقي المثال ده ما كانش ينفع لكن مع الخلق المثال ده صحيح جدا وعشان كده حصل بالطبع ده يوضح خطأ فالتطور ما حصلش والانسان ما جاش بالتطور من نص قرد اسوي تطور تدريجيا في لونه وغيرها لغاية ما بقي الانسان الابيض الفكرة التطورية العنصرية الكاذبة بل اتخلق من البداية ادم وحواء اللي كانوا عندهم غناء جيني جدا وصفاتهم متوسطة وخرج منهم كل هذا التنوع في لون الجلد ولون العين ولون الشعر وباقية الجينات شبه متطابقة لو فيها اختلافات هي اتناشر من الف في المية بس عشان كده كل الوان البشر رائعة وكلنا من اب وام واحد ادم وحواء الجزء الجاي مهم جدا وهو عن اختلاف التشريحي الاختلاف التشريحية بين القردة والبشر دايما اللي بيطلبوا مننا عايزين مثال ولا اتنين بوساط بس عشان لما يقف بيكلموا واحد ملحد ولا ابنه يتأثر ومش قادر يفتكر حاجات كتيرة من اللي انا قلتها يقدر يفتكر مثال ولا مثالين من اللي انا هقولهم المرة الجايين يكفير الرد جدا على اي ملحد يرفض التصميم ولسه مصر على التطور وبيحاول يخدع ولادك في المدرسة او في غيره والمجد لله دائما واسف لو اخطأت باي فعل بقول بتعبير بمعلومة انا انسان ضعيف باختر لكن دا لو حصل النهاردة صدقوني لم يكن عن قصد وربنا يبارك حضراتكم